هيئة النبي عليه الصلاة والسلام كان يركب الناقة عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه حديث متفق عليه كان يركب ناقته عليه الصلاة والسلام متواضعا خاشعا لله زاكرا له صلى الله عليه وسلم يقرأ صورة الفتح ويرجع فيها أي يرفع صوته ويمد صوته في مواطن المدود ويحسن صوته بالقراءة صلى الله عليه وسلم صورة الفتح لأن الله سبحانه وتعالى التي وعد النبي عليه الصلاة والسلام بالفتح المبين في صورة الفتح لم يدخل كما دخل الفتحون على مر التاريخ بالصلف والغرور وها أنا قد عدت إليكم بعد أن أخرجت من مكة عدت إليكم مرة ثانية فكما يدخل الفتحون على مر التاريخ إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى ممن مشوا على خطى الرسول عليه الصلاة والسلام من قادة المسلمين نبي عليه الصلاة والسلام يدخل مكة متواضعا يكاد صلى الله عليه وسلم رأسه أن يلتصق بعنق الناقة تواضعا لله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم أى صلى الله عليه وسلم